الانتخابات يعني دائماً ندعو إلى انتخابات نزيهة مراقبين لعمل المفوضية لحد هذا اللحظة مع انسحابنا لأن دائماً ندعو أن تكون الانتخابات نزيهة كنتوا تسحبتوا؟ انسحابه موجودة طيتوا كتاب المفوضية؟ لا مو كتاب المفوضية المفوضية غلقت أصلاً لموضوع عن انسحابات فما حاجة تقدم لهم طلب يعني هذا الانسحاب لا قيمة قانونية له لا هو يشوف احنا نتكلم يعني إذا تتكلمنا عندي معلومة قوية بالانتخابات والمفوضية فموضوع أن يتقدم طلب أو ما يتقدم طلب لا ما يحتاج هذا الموضوع انسحاب قانونية هو صحيح قبل الانسحاب هي طبعة الورقة الاقتراع وصممت وانتهى الموضوع فما ممكن بعد تنسحب قانونياً أنه ينشط باسمك ولا يحبر بالأبيض باعتبار ورقة الاقتراع تم طباعة منفوضية بس احنا كمرشيحين ما راح نزل الساحة يثق في النفسه شون الإنسان يفوس زيل أنتو هسه بدأت الدعاية الانتخابية الوليادات حطوا التصاوير أنتو تحطون تصاوير تسوين دعاية انتخابية لحد هذه اللحظة ماكو أي ندوة انتخابية لأي مرشح تابع لكتلة الصدرية ممنوعين يعني مو ممنوعين بقرار مرتز لا لا لأمانة ما اجا قرار قال انسحبه سيد قال انسحب البقية كتلة الصدرية انسحبت بناء على انسحاب السيد يعني ما اجا تعال محمد التبع سيد ما مرشح سيد زعيم ديني زعيم روحي قائد جماهيري قال انا انسحبت انتو ليش انسحبت احنا طاعتنا والانا بالأمور السياسية للسيد مباشرة سيد القائد فهذا الموضوع مجرد عدم موجودة عدم رعايته لأي جهة سياسية تابعة للتيار الصدري نعتبرها ورقة محترقة ما بيا فائدة خلوا الرجال ارتاح الاربع سنوات همتعب شوف صلاة الحيطة بيضا وبعد صغير والسيد وانتو بيكم البركة باسم التيار والهيئة السياسية وقلوا له سيد ارتاح واحنا اخوتك وولدك وراقبناها الاربع سنوات وشيلوها على عاطقكم بكل حوال هو يريد يعني نفس النتيجة هم يقولون تيار الصدري سيد مقتدر راح نرجع بهذا البرنامج بعد ثلاث سنوات او سنتين ونقول لكم سيد ما شارك شارك ليش اقول لك خصونكم تمكنوا منكم الى الحد الذي انتم الان ترددون ما يقولونه وتتعكزون عليه خاف يقولون خاف يقولون هذا بالسياسة تحصل مطبات تحصل عثرات القائد الحقيقي الذي يجمع هذه المتلاقضات ويعبر بها وما يلتفت على خصم الشيقون واذا قالوا التيار الصدري ما اهتم من القصومنا والدليل عندما حدثت مظاهرات عام 2019 وعشرين كنا موجودين في مجلس نواب العراقي سائرون نتابع عن كثب ما يحدث ممكن شرعنا كل التهم التيار الصدري ان القانون الانتخابات لمصلحة التيار الصدري القانون المفوضي لمصلحة التيار الصدري اي قانون يصع مع انه فائدة سياسية ماء النبي والدليل انسحابنا من العملية السياسية نهاية من العملية الانتخابية حاولنا ان نكون قريبين من الشعب العراقي عندما طالبت جماهر بيقالة عادل عبد المهدي اول من طالبنا بيقالة عادل عبد المهدي داخل مجلس النواب ومحاسبة وتغيير الحكومة وكانت تيار الصدري ما اخذنا كلام الخصوم ممكن نسمعه بس ما اثر علينا بخطواتنا نهائيا والدليل تابع خطوات سائرون داخل العملية السياسية داخل مجلس النواب العراقي منذ عام 2018 الى حد هذه اللحظة ما كان كلام الخصوم مؤثر علينا بالعكس كنا نقود مجلس النواب العراقي بمشاركة معه حاولنا ان نكون حلقة وصل حقيقة حل وسط للجميع يعني ترى الخشية من اصحاب التيار الصدري مو بس انه على مد المقاعد ولا الخصومة السياسية ولا المظاهرات ولا ايشي دائما التيار الصدري كان هو الحل التوافق بين الاكراد بين السنة بين الشياء دائما احنا نكون جامع طرف لكل المشاكل السير اي مشكلة كنا احنا انهى اصحاب الحل بيها دائما ما كنا يوم داخل العملية السياسية اصحاب مشكلة اشتركوا في القناة